السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبة في الله أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة التي هي بعنوان حقيقة السحر من خلال هذه السلسلة نتعرف على كل ما ينبغي للمسلم أن يعرفه عن السحر وسوف تكون على شكل حلقات إن شاء الله أول هذه الحلقة نتكلم فيها عن معنى السحر وما الهدف من السحر لكن قبل ذلك يجب أن تعلم أن الإسلام وقف من السحر موقفا حاسما ولا بد لنا أن نتذكر أن السحر من المحرمات فهو من السبع المبقات يقول تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى فالإسلام سد كل طريق يؤدي إليه وحرم تعلمه وتعليمه وممارسته منعا لضرره وحسما للجري وراء الخرافة والشعوذة أن يتسلل إلى عقول المسلمين فتعطلها عن التفكير الصحيح والتخطيط القائم على قانون الأسباب والمسببات التي قام عليه نظام الكون لأن الإنسان عندما يمشي وراء السحر سوف يبطل عقله فالسحر كما أخبر الله تعالى عنه طريق للفساد وسبب للضرر بين العباد وهو فوق ذلك كله سبب للكفر بالله سبحانه والخروج عن دينه وشرعه نأتي إلى معنى السحر السحر لغة هو الشيء المخفي أما التعريف الإصطلاحي فللسحر تعريفان تعريف لأهل السنة وتعريف لأهل البدع من الفرق المخالفة للكتاب والسنة وأصحاب تقديم العقل على النقل في المسائل الشرعية تعريف أهل السنة للسحر بأن السحر عبارة عن عقد ورقى أي قراءات وطلاسم من الشيطان يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور لا شك أنه غير قادر إلا بأمر الله عز وجل هذا هو التعريف الحقيقي للسحر وهو تعريف أهل السنة والجماعة أما تعريف السحر عند أهل الفرق مما ينكرون أصلا وجود السحر فقد عرفه أبو بكر الرازي وهو معتزلي أنه كل أمر خفي وتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخدع وتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخدع اختلاف التعريفين سبب إيش أن كلا منهما قائم على مذهب يختلف عن الآخر فتعريف السحر عند أهل السنة قائم على أن السحر حقيقة أما تعريف الرازي فهو قائم على مذهب من لا يرى للسحر حقيقة وأنه مجرد خدع وتمويهات وتخيلات هذا هو الفارق بين التعريفين لكن ينبغي أن تعلم أن السحر ثابت وله حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء وقد دل قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد وحديث عائشة رضي الله عنها في سحر النبي صلى الله عليه وسلم حيث تأثر بهذا السحر وكان له حقيقة يقول المولى عز وجل واتبع ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وجه الدلالة من الآية أن الله أخبر فيها أن للسحر آثارا محسوسة كالتفريق بين المرء وزوجه وأن له ضررا مباشرا يحصل بإذن الله وهي آثار لا يمكن إنكارها مما يدل على أن للسحر حقيقة وليس مجرد خدع وتخيلات والواقع المشاهد يقرر هذا ويؤيده أما الخائلون بأن السحر لا حقيقة له وهو قول عامة المعتزلة كما ذكرنا وكذلك الماتوردية وغيرهم فيتلخص رأيهم في أن السحر مجرد تمويه وتخيل فلا تأثير له لا في مرض ولا في حل ولا في عقد وبناء عليه فإنهم يجعلون السحر نوعا واحدة وهو سحر التخيل والرد على هذا نعم أن سحر التخيل موجود وهو نوع واحد من أنواع السحر ويوجد أنواع أخرى من السحر كما بيّن ذلك أهل العلم قد يسأل سائل ما القصد من وراء السحر الهدف الأساسي الذي يعمل السحر هو الانتقام من الناس بسبب حقيد أو كر أو مشاكل عائلية أو حتى حب أو كر لأنه يريد أن يفرق بين الزوجين أو بين شخصين فيلجأ إلى السحر وإذا أراد الشخص أن يتزوج فتاة وتم رفضه من قبلها أو من قبل أهلها لجأ الشاب إلى السحر حتى أهل الميراث أحيانا يلجأون إلى السحر لقتل الوارث حتى يحصلوا على الميراث كذلك عائشة رضي الله عنها كانت لها جارية قالت إذا ميت فأنت من بعد حرة فلجأت الجاري إلى السحر عائشة حتى تنال العتقر سريعا لكن اكتشف أمرها فلم تصل إلى مرامها هناك أسباب كثيرة لا تحصى ولا تعد بالنسبة للذين يلجأون إلى السحر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من السحر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته